وبالعودة مرة تانية لمسألة المهنة الموسيقية ممكن حتى أستاذ عمر قال على جملة نطيفة جدا متعلقة بالنقابة عند حضراتكو كنا بنتكلم مع أستاذ هاني شاكر فبقوله بيعاني قلتلي بيقاتل بيقاتل مش بيعاني الأعناء ده كان على مدار السنوات اللي فاتت ولكن هناك الآن قتال في مجلس الإدارة بالقاست هاني شاكر علشان يوفر خلي بها لك العلاج بقى أسعار متضعفة المعاشات تضعفت في حصل هاني شاكر سبع مرات يعني ماوقفش على ستيب واحدة وقال هو ده اللي نجيت عليه فيخلي ده لا وسع قاعدة ببرنامج العلاج عندنا شمل كل رباوة جمهورية يعني عندي مستشفيات في مرسى متروح عندي مستشفيات في أسوان وعندي معامل كان الأول العضو لازم يجيلي من مرسى متروح معنى عندي أعضاء في مرسى متروح عشان يتعالج عندي هنا أو ياخد من عندي هنا استمارة علاج وكلام لا 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 بقى فيه بطاقة علاجية أنت بتدخل أي مستشفى جنبك في مكانك بدل ما نتعبك والجنة وإنت تعبان أصلا أو تبعت ابنك أو زويك ونضيع وقت عشان يدخل مستشفى كل ده تكلف أو بيتكلف فلوس كتير الفواتير بقى تجي بمبالغ رهيبة أصبح هنا بقى القتال إنك إزاي توفر الدعم المالي عشان تغطي المنظومة العلاجية دي إزاي توفر ده وده في ظل الظروف اللي جي فيها هاني شاكر تحديداً ظروف قاسية جداً اللي هي ظروف اللي هي تابعات الصورة لسه من فوق مش فقناش فوق الكاملة وبدخلت لنا بقى ناس منافسة تانية تتكلم في الحتة بتاعت القانون بتاعنا اللي هو قانون رسم النسبي اللي هو مجل الشعبي سنه مخصوص بلقنا على طلب نقابة المياه الموسيقية طيب النقطة بقى بتاعت الفنانين اللي موجودين من مرسى مطروح لحد أسوار التوجيهات بتاعت الرئيس وقررت الرئيس النهاردة أنا أقيل في ذهني بقى إنه لما يبقى فيه فلان الفلاني ما كانش عضو نقابة ولا كان شغل دماغه يروح ياخد تصريح ولو مؤقت وبيشتغل كده حبي لأنه كان يجي يقول لك أنا لسه هروح عمل عضوية النقابة وادفع الرسوم أنا يعني أخب من وراهم إيه ولا حاجة النهاردة هو كده تشجع أنه ياخب بعض ويروح ويعمل عضوية النقابة فلما يبقى فيه عندي عضد أعضاء كبير صحيحة أو مسئولية كبيرة بس كمان الرسوم هتبدأ تزيد شوي فالحصيلة تزيد سنة فتساعد معاك وحبة ده هنا بعيدا عن أنتو من حقوق الاطلاع على تعاقدات عايز عاقب عن النجوم إياهم دول احنا بيطلع بالفعل عايز أقول لك حاجة أولا عضوية النقابة الناس اللي بتشتغل عشان هي بتشتغل وش عايز تجي النقابة لأن النقابة ما لازل أي حد أن يحصل عن عضوية نقابة المياه الموسيقية يبقى زميله المكرسوم اللي أنشايتها المكرسوم وكان بتحمل بيطا ايضا اللي على رأسها دلوقتي أمير غناء العربي يعني المكرسوم أمير غناء العربي جميل فأقل في النص ده شرف لأي حد ده واحد اتنين مفيش حد يقدر يشتغل أو يعتلي ستيج لأن برضو من إعادة هيكلة مجلس ضرر حالي تم هيكلة لجنة عندنا اسمها لجنة العمل لجنة العمل دينا عندي مندوب النقابة لها مندوب في كل منشئة سياحية في كل فندق في كل أي هو عنده ستيج بيقدم مصنف فني غنائي بيرائب وبيشوف النجم اللي طالع أو الموسيقى أو الدي جي أو أي أو العزفين الموجودين الفرقة بياخدوا تصريح مننا مصرحين الحفلة دي ولا لأ هم أعضاء ولا لأ ما خلف ذلك يبقى خلف القانون يبقى يتخذ ضده الإجراءات ضد المخالف الإجراءات توصل إلى حد أنه يمنع النجم أو المطرب أو إلى آخره أو الموسيقى أو العزف طب الأفرح الشعبي الفرح الشعبي ده من ضمن الاختصات بتاعتنا ولكن البعد الاجتماعي الفرح الشعبي دايما نشوف اسمه الفرح الشعبي يعني فين؟ مناطق الشعبية في الريف المصري عندنا وانت عارف ولادنا في الريف يعني مش ما أقول الراجل يبقى تعبان بيجاوز ابنه وعشرين تلاتين سنة عمال يحوش لقومش عاقف إيه وعمل حاجة بسيطة وإحنا نجي نعاكلا عليه في بعد اجتماعي في القرار هنا لمجلس الإدارة إنه ممكن يعني ما يتطبقش اللي هو روح القانون بالبلد يعني إنه ما تزنقش قوي لإنه في الآخر الرسم النسبة بتاعنا بيبقى حاجة بسيطة للناس غواء أنا غربي إنه العازف اللي ممكن ما يكونش عنده عضوية نقابة وشغال على بوب الله في الأفرح الشعبية في العزف في النجوع في الكرة في القرى إيه كرة دي؟ القرى يصبح متشجع إنه يجي يعمل عضوية النقابة ليه لإنه أصبح فيه مظلة الرسم طبعا هيتبقى أكتر ملاز للناس هي ملاز وهتبقى أكتر ملاز لإنه عندي مظلة تأمينية ولكن أنا يعني الدخل بتاع النقابة مش عماده أو أساسه هي الرسوم السنوية هنرأي الرسوم السنوية دي تلتهم في شهر علاج مثلا أو قال يعني إيه للنبي؟ أه طبعا أما أقول إحراج تأتي مليون والعضوية بيتفعلها مية أو حاجة تب الدخل الرئيسي يجي من إيه؟ الدخل الرئيسي من رسم النسبي بتاعنا يعني رسم النسبي من الحفلات يعني زي النجوم الكبار باعنا بناخد منه النجا أجانب ييجو يعملوا مثلا الحفلات مثلا زي مثلا نياني لما يجيه عمل حفلة على صفحة الهرام بيدفع رسم النسبي حسب الأجر بتاعه وإحنا عاملين كتيب لكل المناديب بتاعتنا الكتيب ده فيه أجور كل نجمة بياخد كام بيحصل الناس بالنسبة لعندي العضو العامل بيدفع 2% المنتسب اللي هو ليه تصريح سنة ومن الان بياخد بيدفع 10% الأجنبي بيدفع 20% من قيمة أجره هنيجي بقى تقول لي أجره ما نتعرفوش وبيعملوا للحركات طب يهنجلها أنا حاطط لها حاطط لها ليحة معي بجلس الإدارة عمل ليحة بكتيب موجود الكتيب ده مابر